أعلن الجيش الروسي اليوم سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفيسك الاستراتيجية وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حررت بلدة نوفورو ديفكا في منطقة دونيسك وتقع هذه المدينة على بعد نحو 20 كم عن بوكروفيسك ذات الأهمية اللوجستية للجيش الأوكراني وتشكل بوكروفيسك منذ أسابيع عدة أهداف للقوات الروسية